شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع سبع مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة تم توقيع التفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وصندوق مصر السيادي من جانب وبين سبع شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قومية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من إمكانات لتوليد الطاقة النظيفة وهناك توجيه من الرئيس السيسي بتعزيز الجهود بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب وذلك في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بما يعزز الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة